في الحالة بقى الحمراء أو في الحالة الأهلوية طبعا حدث ولا حرج عن هذا الجنبي الغريب هذا الرجل يقرأ هذا الوطن وفي القلب منه النادي الأهلي ده قصة يقول له فيها ده قصة تانية ده ما فيهوش هزار لكن الحقيقة برضو فيه نقطتين كده كان يجب على مدير الكرة الأهلاوي أن يعلو صوته كابتن سيد بقى لاش بقى قصة أنه النادي الأهلي لا يتحدث كثيرا في النواحة التحكمية لا هذه المرة كانت يجب أن تختلف كان لازم بقى مراسلات للكاف ومراسلات للإعلام الرجل اللي جاي ده خلي بالكم طب ده ليه طب اشمعنا ده حتى لو كانت القاعدة أنه مش هيتغير مش هيتغير بس ما كانش هيئ يا رجل ده كان بتعامل مع اللعيبك النمو لا دخول بتوع ساندونز يعني بيروح للراجل يقول له ما لك حبيبي فيه ايه حاجات كده يعني لكن برضو لما تقول لي لعيبة استصارها الحكم لا المحترف لا يستصار وصلت لحوالي 6 انذارات بانا بقول لحضراتك هو أما تقول لي بقى لعب الأهلي كلاس ايه يستصار لا خاصة أنه عارف أنه قد يكون معرض لكمين أو طعم طب السمكة في البحر غالبانة مش محترفة لكن أنت نجم محترف أنت نجم لا يمكن أن تبلع طعم استصارة من حكم ده عشان ندي كل حد حق دعالة بقى للعناصر التدريبية الغائبة واللي كان الأهلي وأنا مصر على ده دائم السواء في المقدمة أو بيبقى قاطرة التطوير لا ما أعلمه قلنانا وحضرتك بمعلوماتنا أن هناك تحديث في ما هو لوجستي وما هو فني في قطاع كرة القدم الأحمر لكن فكرة تكوين فريق اللي خدت الوقت لغاية بدء السيزن ثم ضغط البطولة حتى الآن لازال يعني نقول الأمح أخضر يعني مش معقول أنت معاك أمح وأنا أزرعه فمش معقول أعطاك الأخضر لازم تستنى لما يسفر بين بين بقى لازم تخدم الأمح ده كويس انصحت المقارنة يعني وبالتالي أعتقد أن النادي الأهلي الآن لأنه لا يمكن أبدا أن يكون في مجالس بتتدخل لا قبل كده ولا دلوقتي ولا هتحصل وأن قطاع الكرة يعمل وحده وبالتالي أكيد أن المطلوب من الجهاز الفني أن يعود لتطبيق كل القواعد وكل الحداثة أعتقد أن هناك نقاط كثيرة